ممكن سريعا كده وإحنا متوجدين طبعا جانبنا طبعا كابتن الكبير الكابتن ربيع عسين طبعا مدير الفن المتخابين للشباب طبعا كابتن ربيع يعني منور الدنيا كالعادة طبعا منور قناة النادي الاهلي عايزة أكلمك في أجواء المباراة سريعا مباراة الهلال السوداني والنادي الاهلي كيف أطرى هذه المباراة كيف أطرى الاستعدادات فرص النادي الاهلي ازاي الجمهور حطنا كده في الأجواء كابتن ربيع جمهور طبعا طول عمر عظيم جمهورنا اليهلي طبعا حاجة جميلة جدا مفيش احسن احسن جمهور في العام من وجهة نظري ما شاء الله يعني في الاوقات المنازمة متلاقي ده واحد اتنين الفرق مفيش خوف عندنا القدرات عندنا الامكانيات عندنا الانسجام عندنا التفاهم عندنا النواحي الفنية اللي نقدر تطمننا فريقنا بعد الموسم رائع بصراحة في فريقين حتى شفنا كأس مصر شفنا لما اراد نادي الاف شوطان يكسب كسب وراح وسجل نادي الاف شخصية نادي كبير نادي يملك الحمد للإدارة الدنيا كلها من وجهة نظري المدير الفني مع اللعب المدير الفني اللي هدوره في جوانبه الخططية على الشكل الهجومي والدفاعي واجهة شخصية كبيرة جدا وشخصية قوية جدا هي الشخصية النادي الاهلي من 1907 دي حقيقة نتعلم بقى من موتش النجم السحيلي ان احنا بقى يعني انطلاقنا نتنبقى الامام نشوف بقى الفرديات من تحتنا الامام الكرة الجامعية انهاء الهجمة استغلال الفرص بأمر الله تعالى التواغل الفردي كل ده النادي الاهلي انا من وجهة نظري ان شاء الله هنعمل موتش كبير وهنعمل ايتيك كويسة ان شاء الله تعالى لان احنا نملك الخضرات اللي تكسبنا فيها اي وقت من اجهز فريم في مصر من وجهة نظري النادي الاهلي فامكاناتنا رائعة مع مدرب رائع مع ادارة رائعة مع جمهور رائع المنظومة مشة في الطريق السليم فمن كل قلب اتمنى التوفيق وان شاء الله مع النتيجة هنعمل موتش في الاداء كبير جدا 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 شكرك يا حبيبة شكرك شكر اكيد يا مير بنوجه كل الشكر لكابتن ربيع عسين واحد من النجوم اللي النادي الاهلي وكباتل اللي النادي الاهلي